جينا اليوم في تعبير سلمي باسم حركة كفانا تعبير عن رفضنا للقانون وتم قمعنا في وقفة سلمية قدام البرلمان وتم مكون فينا ونبتطلو بالدبابيس إلينا الحق نوارك هذا التصريح مسجل في كوين مصروق لياك نعطوه هذا التصريح في قرن دون ورامو ريتاني كلير معناها عنا جايين ننقمع ونبتطلو جايين يبوسونا من قدام البرلمان إلى هذه البلادة اللي نحن فيها حالا نختار نأكد عن القانون تحدي كبير وانقلاب على الشرعية وعنه قانون يشكل أكبر خطر على مستقبل الحرية ومصادرة الحريات وبيللي ذا النظام نظام الشيخ القزواني نظام أسس الذي ينقال له تراجع الحريات وأسس الذي ينقال له مصادرة الرأي ومصادرة التعبير نحن اليوم نعيش حالة شمولية غير مسبوقة يا الله النخب الوطنية كاملة توقف ضدها دعينا في إطار حركة كفانها الوقفة السلمية نختار نأكد عن الجيات الإدارية ووزارة الداخلية مانعين التراخص مانعين التراخص الوقفات مانعين التراخص اللينشطة ونحن متمسكين بحقنا الدستوري متمسكين بحقنا الشرعي متمسكين مطالبتنا برأينا وبدفاعنا عن القضايا الوطنية هذا القانون يشكل خطر وله قال ترسانتنا القانونية في جميع جوانبها كاملة وكافية هذا القانون يشكل عندنا لا ينعدلوا منه والغزواني إله ولا ينعدلوا من حكومته ورجال أعماله ومنظومته الفاسدة سواء ذي منها المنظومة التي راكمت الفساد على مستوى جميع الأنظمة الماضية والتي هي جزء من عشريةنا وجزء من ذي العشرية الأخرى هذا تدوير المفسدين وهذا إعادة اللوبيات وسيطرة شيوخ القبائل احنا الشباب الموريتاني ونحن في إطار حركة كفانا رافضينه هذا يشكل أكبر خطر على وحدة البلد وعلى مستقبل البلد هذا هو اللي جينا اليوم لياك نعبره عنه وانقمعنا قمع كبير وهذا القمع اللي تعرضنا له اليوم يندار في التاريخ البوليسي للنظام والشيخ القزواني قمع الحريات المعتقلات ملانة من الشباب معتقل الركيز ومعتقل الواقشوت ومعتقل الواذيبو ومعتقل الناعمل اليوم عندنا شي حدود قريبة من 40 محتقل رأي نحن اليوم ما مام تحدي واللي مبارك معاه عن يشرع لنا قانون أخر لفتح السجون وهو قانون نحن ما نلا نستسلمه وندوره نتم وندافعه وتتحمل مسؤولية كل النخابة الوطنية والمتآمرين على الشعب الموريتاني اللي يشكلوا جزء من النظام والشيخ القزواني والناس اللي متافقى معاه والناس اللي نعرالوا على هدم الدولة الموريتانية على قتل حلم الشعب الموريتاني على اعتقال وسجن وقمع المتظاهرين السلميين وقمع الشباب الموريتاني الموريتاني خلاو ولا عندهم باشي تعشاو ولا عندهم باشي تقداو نحن أمام كارثة حقيقية هذا القمع اللي تعرضنا له اليوم يشكل أكبر تحدي وأكبر خطر قير مانا لين نستسلموا إرادتنا قوية ولاينتموا ندافعه بشكل سلمي بشكل جيمقراطي بشكل سلس بالليالي مثلا انقلاب على الجيمقراطية انقلاب على حريتراي انقلاب على التعبير